ما في مشكلة هذه الحلقة أو مجموعة الحلقات التي تناول الجوانب الاجتماعية والظواهر المجتمعية والمختصة بشكل مباشر بالبيوت السودانية وما يهدد هذه البيوت في هذه الحلقة نتضامن مع فئة مجتمعية مهمة بكثير من مشاعر الأسى ومشاعر المحبة والتقدير لفئة مجتمعية قدمت ما قدمت في الحياة لكن انتهى بها الحال لواحدة من دور الرعاية أو دار المسنين هذه الحلقة مشحونة بكثير من المشاعر وأيضا أحاسيس أقضامه مع أسرة هذه الدار أو هذه الدور عموما الموجودة في السودان نقدم لهم تحايد تقدير والاحترام من خلال برنامج ما في مشكلة ونتحدث عن الجانب الاجتماعي النفسي وأيضا حالات الاكتئاب التي يشعر بها المسن أو الشخص الموجود مع غرباء في دار المسنين أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وأرحب كثيرا بالدكتور الانتصار الفاتح علي عدوي هي استشاري علم النفس مرحب بك مرحب بكم ومرحب بكل المشاهدين في برنامج مشكلة ومرحب بالموضوع المهم الآن هو موضوع المسنين هذه الفئة المهمة أو هذه الفئة العمرية المهمة لنا كلنا في حياتنا مرحب بك دكتور الانتصار وأيضا ستكون معنا مشاهدين الدكتورة فاطمة أحمد عيسى هي باحث نفسي وخبير في الأمم المتحدة عبر خط الهاتف أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ونبدأ معك دكتور الانتصار يعني الموضوع اليوم عن دار المسنين موضوع يعني حقيقة مهم ويستحق الحديث عنه فيما في مشكلة وفي كثير من البرامج التي تختص بالجانب الاجتماعي متى يبدأ السن المعين للشخص المسن؟ طبعا كثير من العلماء حددوا السن التي تقاعد للمعاش في كل العالم أو لكل المسنين من المفروض كلهم من ستين سنة وبغض الدول من ستين سنة يعني ده كده بصفة عامة يعني ولكن طبعا لو جينا بصفة خاصة وبأنه الفلوق الفردية بين الناس بلقى أنه الآن في هذا الزمن عمر ستين سنة شباب يعني ما هو عمر الشيخوخة ولا خب ستين سنة ولا حتى سبعين سنة اللي هي بتحتمد على طبعا حاجات كثيرة بتحتمد على يعني مواضح كثيرة اللي هي أو عن مراحل نموه ذاته هذا الشخص العمر وكوم ستين سنة إنه كيف مرت مراحل نموه طبعا هي الأشيخوخة أو الكبار السين زي ما احنا بنسمي هي مرحة طبعا عمرية يعني بالمرباة كلها يعني أو هي بتمر بمسلا الطفولة الطفولة المتأخرة الطفولة المتوسطة الرجة لغاية طبعا ما زوري ابقى هو كبير في السين وكبير في السين أو كبار السين هي طبعا زي ما قلتك بتحتمد على إنه شخصته أو يعني هو كان كيف كان يعني مقضي شبابه أو ظهرت عليه عرض الشيخوخة عشان هو وصل ستين سنة لأنه نحن بنجل كثير من الأعمار 80 سنة وتزعين سنة هو بتقولي شباب يعني لأنه لو رجحتي لتاريخه بتكون يعني تاريخه هو كان حافل بالإنجازات والعطاء بالإنجازات والعطاء والتغذية وهذا كثير هي بتكون أسرد على شخصته أنه يكون لسا قوي وبصحة وعافية نعم نحن معانا مادة دكتور انتصار سنعرض لساعدة المشاهدين ونعود للتحقيب عليها الشغل هنا في دار المسنين وضوح الجوج طبعا شغل خاص جدا شغل حساس والحمد لله رب العالمين ربنا عانى عليه والتعامل معهم على كبار السن والحمد لله رب العالمين الأوضاع استيبل كل شي تمام العلاجات اللي بتاخد الناس الكبار السين اللي بياخدوها معظم طبعا هم سايكاتريك هو بياخدو في علاجات بتاعة ناس سايكاتريك العلاجات اللي بياخدوها عندنا صوديوم عندنا تقراتون عندنا الريدون طبعا دي الحاجات اليومي أو الروتين اليومي اللي بياخدوه طبعا الحبوب بتاخد صباح ومساء ودي معظمة يعني ما متوفرة الحبوب بتاعة السوديوم عندنا مرات بتقطع يعني بعد الأحيان بتقطع بالنسبة له هم إشكارية حتى كمان بعض الأمراض اللي هي الدقة والسكري برضو كمان عندنا منهم زي سبع أيانين كده بعض الأحيان برضو بتقطع يلا نحن أسه حاليا يعني الحوجة اللي بيكون محتاجة ليها للأمراض المزمنة زي حبو الريدون والتقراتول والحاجات دي يعني ما متوفرة بالكمية اللي إحنا اللي إحنا طالبنا بعض المنظمات الخيرية جزا الله خير بتقدم لينا والمؤسسات الحكومية حتى كمان الدعم فيها موجود والحمد لله رب العالمين الأوضاع ماشي تمام والتعاون معهم كويس جدا والحمد لله رب العالمين بيئة نظيفة جدا وبيئة طيبة إن شاء الله ربنا يعين عليها ويسر أمرنا وأمر أي إنسان قدم لهذا الدار أو لهذه المسن نحن طبعا في وحدة الدعم النفس والاجتماع عندنا محاول كثيرة بنشتغل عليه اللي هو من استلام المسمن في البوابة هنا نتأكد من إنه هو الحياة المسمن ده ورقه مكتمل تماما نتأكد من الفحص الطبي نتأكد من إنه ما عنده أسرة نتأكد من الشروط مكتملة اللي هي من ضمنه إنه يكون عمره ستين سنة فمع فوق يكون ما عنده أسرة يكون خالي من الأمراض الموادية وبرضو الحياة الأخيرة نتأكد إنه جايب عن طريق بلاغ من الشرطة أو بخطاب نزارة التنوية الاجتماعية نعم جديد مشاهدين الكرامة بحية لكل المتحدثين في المحطة السابقة من الضوحة الجوج هي واحدة من الدول الموجودة في بحري ودكتور انتصار من الذين شاهدوا وعملوا في تلك الدار من العام 2009 للعام 2016 ورصدت عدد من الحالات ورصدت كل المجريات داخل الدار فاحكي لنا بداية من استلام المسن إلى مباشرة حالته وبالتالي متابعة كل إجراءاته داخل الدار أولا أنا بحيي زمالي كلهم في دار المسنين الآن موجودين وبحيي كل الطاقم العام اللي هو الطاقم الأطباء والبحثين السابقة المتحدثين والمدير وكل الإصطاف الشغال مع المسنين طبعا كويس الحمد لله أنه يعني إحنا الدار الوحيدة في السودان هي دار الضوحة جمعة المسنين وهي ذي الرجال في مدني كما في دار وكان عندكم مباشر للعمل هناك لكن بس هم يعني الدار الوحيدة يعني مدني ممكن تكون كده حاجة كده صغيرة خاتلة لكن هي دار وحيدة في السودان كله يعني أنه بيجيبوا لها المسنين ممكن يأجوا من بر الخرطوم من مدني من كل الولايات وزي ما سمعتني أنه زملائنا قالوا أنه الدخول للدار بشروط يعني أنه المسنين تماما يكون ما عنده أهل طبعا ما ممكن طبعا يكون ما عنده أهل طبعا ويجيبوا طبعا بيخش عن طريق الشرطة يعني يعني أذكر أنه أنا كان في واحد من المسنين جابوه هو ما كان عنده أو ما كان مذكر أنه مكان وين يعني الزاكرة الطويلة هي الباقية باقي له بس بذكر فيه أنه هو من وين يعني قبيلته شنو ومعتقد الدين كان الزاكرة البعيدة الزاكرة البعيدة الزاكرة القصيرة ما مستوعبة يعني بيقول لي وين هو بس بيقول لك هناك يعني في الخرطوم في الخرطوم هو يعني فعلا كان أهلو بفتش عليه فكان أذكر من من الخيطين دي يعني أهل اللي جمعتهم كان صورته ومشيت كان بس بالقبيل حقته بالمعتقد بتاعه فعرفت أنه فعلا أهل فتش عليه وما عارفين أنه في دار مسنين لأنه فعلا الناس كلها يعني كل الناس بيقول لي هو في دار مسنين هو في مسنين يعني قريبت أقول أن جواع الناس الناس مستنكرة أن يكون في دار مسنين يعني حتى أنا أول مدعي أنت في الدار الفيوتيس عبس أنكو تقعد أبكي أنه يعني كيف النازل كيف تجيب أهل يعني يعني أنا مستغبة يعني كيف تجي يجو كل المسنين في دار مسنين يعني فقمت كذا كشد معي له وقمت عليهم الحالات مختلفة داخل الدار في مقودين وأهلهم بفتش عنهم وفي مسنين أبنائهم هم اللي إحضروهم للدار وفي كمان غير متزوجين هم وصلوا لسن معين وبالتالي أدخلوهم لدار المسنين حمعانا محطة أخرى حنتابعة مشاهدين ونرجع نتواصل معكم لله هنا كويسين جدا ما في أي عوجة الناس ذيق عملين برعاية كويسة جدا بدون الدكاترة والعمليات عندك مدى بتاع تؤيون عندك أي حاجة مقوموا بالمواجبت كل عصمها بقصروا من أي حاجة الحمد لله كويسين يعني الوجبات كويسة وما مقصرين مننا الحمد لله الفرشاة السمها وعندنا متشفى هنا بسقيرة يعني أي زول حصل بوجع الرأس وأي حاجة يعني بتعالج الحياة في الدار هنا يعني إلا زول يكون مجبور كذا لكن ما صعبة حياة في الدار ما أسمحها أخيرا حرية هنا في حياة ما في حرية ما في كده يعني ما زي برا من جديد مشاهدين الكرام بنتواصل معكم ودي نمازج لحالات موجودة الآن في المجتمع وموجودة الآن في دار المسنين دكتور انتصار في حالات أكيد يعني بتستوجب التعاطف وفي حالات خلتك أنت تتأثري وتبكي كمان شون من الحالات المحزنة أنت قابلت في دار المسنين هي كده كلها على بعضها المسنين يعني هي كانت يعني كانت مرحاجات لأنها بتحزيني يعني أنه كيف جماعة يعني زول أعطى وبيقى في العمر ده كله ويجي يقعد في دار المسنين يعني ليه يعني وين أهله وين حتى أهلهم من الدرجة الثانية إن شاء الله يعني وإحنا مفروض مجتمعا مترابط يعني أو يعني ما عندنا كلام بذي يعني يعني كيف يعني يأجو دار المسنين فلقيت أنه الهي جاءت الدار أقلمتك حقيقة يعني كده كلها على بعضها أقلمتني لا أكيد في الحالة يعني كانت مؤلمة أكثر من الحالات الباقي هي طبعا يعني كون أنه المسن يكون بعيد من أهله دي برا حاجة مؤلمة ليه لأنه طبعا الطبيعي أنه يكون المسن هو مع أهله يعني وكويس أنه هي ذات الدار أو الوزارة أطبعا بحيي الوزارة كلها كده على بعضها ليه لأنه هي بطرعة دائما قاعدة أقول أنه التنمية كماعية هي الوزارة الوحيدة بطرعة الإنسان أنه هو الطفل المتبثل في دار الطفل الميقومة والغاية المسنين والمسنات طبعا في دار المسنات للنساء والحمد لأنه على ذلك ما كبير أو ما كتيرين فالظروف أو يعني الضوابث لدخول الدار أنه زي مقبل عرفين هو ما عنده أهل تماما يعني فاقد الأهل أو يعني جوات الشرطة أو كده الشرطة بيجيبوا طبعا بيثلينه مثلا هو ما يعني ما يعرف مكان أهله وين أو يعني ما قدر يعني يوري هو أهله وين لكن كده أهله يعني شالو جابوه دار المسنين الحمد لله دي ما في طوال فترة شغلي في الدار ما في كده أهله جابوه بمباشرة جابوه دار المسنين وفي دراسة كان عملت أنه 8% من المسنين ما مزوجين حتى ما مزوجين فحتى كان ميما بتدعى بوحدة زي ماتني بتقول لي انتصار ما تقول لي كده ما تقول لي كلهم بيجوني في الدار يعني ما تقولوا كلهم هما ما مزوجين في يلا ممكن يكون السبب الرئيس أنه هما ما مزوجين مع أنه في ذلك الوقت في أعمار وندي الأزواج كان ساهل يعني يعني أنا ما عارفة كان اللحظ الشنو أو يعني ممكن تكون في أسباب تاني أسباب شخصية يخلد إنه لغاية الوقت داك إنه المسن هو ما يعني ما يتزوج أو يعني ما يعني 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 يعمل ممكن تكون شخصية المسن ذاته ممكن يكون ضيعة زمن وفي حاجاتها ممكن تكون ضيعة له شبابه أو يعني الله كده الحدي ما يعني بيجا طبعا كبير وراح عليه طبعا الزمن أو تكون ممكن ناحية يعني مثلا في يعني ذكر في جمع الشمل من المسنين كانوا يعني واحدين كانوا بر السودان كانت في العراق وزمن العراق كان طبعا ناس كتير بيغتربوا ليها فلما رجع من العراق اللي هي بعد الحرب الزلدة فما رجع لي أهله ليه؟ لأن طبعا هو رجع من غير قروش أو يعني بقتل ناحية اقتصادية بتاعته يعني تعبان يعني أو يعني ما قادر إرجع بعد السنين دي لأهله فطبعا جابوا دار المسنين وهو ما يعني إنه ما عنده أهل أو يعني ما أو يعني هو زيك إنه فاقد أهله أو ما قادر إرجع لأهله بهذا المستوى الاقتصادي المتدني أحياناً منهم اللي بسلموا يعني الشخص المسن من هل بسلموا للدار؟ من هل بيأي معاه في الأساس يعني في الاستمار يملكوا اللي معلومات الشخصية المتعلقة بالمسن نفسه؟ الزور الرئيسي هو منه الشرطة يعني الشرطة هي بتجيب المسن معظموا إن جاين عن طريق الشرطة؟ الشرطة بتجيب المسن تقول إنه إحنا ملقين أهله اللي هو زي كتك المسن اللي قال إنه هو يعني يعني مالف أهله يعني تسقيق ليه هوين يقولك هناك في خرطوم يقوم يحلف بعقيدته وأنه عارف قبيلته من خلال الخيطين تعرف أنه تمسك خلال الخيطين تعرف أنه هو أهله من وين وفعلا كان في جمعة الشنر كان اشتغلته أنه أهله فتشوا عليه حتى الناس أو أولاد أولاده ما عارفين أنه في دار مسنين أو في سودان في دار مسنين يعني ما معروف لكل الناس فبيجيبهم الظروف هذه أو الظروف مرض نفسي يعني أسكن فيه واحد هو طلع من أهله وكان أصلا عنده مرض نفسي هو شاب ولما كبير كان عنده مرض نفسي فطلع منهم كده يعني من غير ما يعني هم فتشوا عليه وكانوا فالمرض النفسي خلي أنه هو يعني ما عارف أهله وين وأهله وطبعا برضو أهله ما عارفين أنه في دار مسنين واحد برضو كان طلع زعلان ممكن هو طبعا من الخصائص المسنين ممكن يكون هو يعني زهجان أو كده يعني فممكن يطلع زهجان يعني أو يعني هل الزهج أو الحالة النفسية أو الحالة المزاجية أحيانا ممكن تلعب دور أو تأثير فيه أنه يدخل الدار؟ يعني أذكر فيه فيه واحد جاء قال لي يكده بزهجان يرضى من الزوج جاء من هنا قليلي أنا عايز أقعد معاكم أنا عايز أقعد في الدار دي قلت لي يا عمو ما هنا قام قال لي لأنه أنا زهجان من الأولاد وما عايز أقعد معاهم واشنو قلت ليه عشان المشاكل؟ أي المشاكل؟ طب قلت لي أنت حسي الدار دي قائلنا ما فيا مشاكل؟ نحن كلنا عندنا مشاكل قلت ليه هو طبعا عمدت ليه إرشاد نفسي وكذا الشغل وتواني نستمعاه يعني فيه ناس بيجوا بإرادتهم بيكونوا ما يعني ما جاينا عن طريق الشرطة أو جاينا عن طريق أبناءهم دي ما كتير ليه؟ لأنه يعني نادر يعني حتى الناس ما ما عافين في دار المسنين فيالي من الحالات الأجياتني أنه هو قال لي أنا عايز أقعد معاكم وانا أنا لما عمدت ليه إرشاد نفسي وتواني نستمعاه وإحنا كونا عندنا مشاكل ووقينا كونا نجينا قاعدنا في الدار دي فتمري ليه يعني أنا والناس خلصت حتى تقول الذرة إذن نعملنا أخي ينبر الشارع نقول كده الذرة أقنعتي وإنه يرجع بيته تاهم فيلا فعلا نرجع وفعلا نجي بعد شوية كان يجيو أها أولادي يفتش عليه يعني يلي كده الزهجة يعني فممكن تكون الزهجة في البيت أو الضيق أو كده ممكن تكون تخلي إنه ممكن إيجي لكن الحمدلين الدخول للدار بشروط ما إنه أي زول إيجي طوالي إقبلوه وكده يعني طيب نحنا ممكن نشوف الشروط بعد ما نخد الاتصال حاضر ألو 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 فقدنا الاتصال مع رفيدة بنحقيك يا رفيدة ونتمينا تكلمينا مرة تعانية طيب دكتور انتصار يعني شنو الشروط الملزمة بالنسبة للمسين وبالتالي ما بتتيح لأي شخص إنه هو يدخل الدار أو إنه يكون موجود وساكن من ضمن نزلاء داخل الدار صح الشروط إنه تماما يكون ما عنده أهل تماما ما عنده أهل ولا من الدرجة الأولى له طبعا أولاده أخوانه ما عنده خالص أهل ويكون شنو ما عنده مرض مرض معدي طبعا أو يعني مرض يعني مش يكون يعني مشكلة باقي المسنين وما عنده طبعا مأوى وما عنده دخل ثابت لان هي تتنطبق كله مع بعض تجي مع بعض الشروطي مش يعني مثلا ما عنده دخل خلاص إي طوالي لا هي تكون كلها مع بعض وأساسا إنه يكون تماما ما عنده أهل لأنه أدال للناس الما عنده أهل يعني الناس تماما ما عنده أهل ما في أي يزول بقرب لهم ولا من الدرجة الأولى اللي هم الأولاد أو الأخوان ولا من الدرجة الثانية أولاد العمومة أو أولاد الخيلان يعني ما ما فيك لما تكون كل الشرطة كده كده مع بعض فبالتالي ممكن الشخص يكون من ضمن النزلاء داخل نحنا معنا متصل محمد احمد محمد 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 سامعنا يا محمد محمد اهلا بك الله حلي نتفضل عليه الصلاة ايوان احنا ساعة معينك تفضل الموضوع عن عن المسنين هي الحاجة طبعا صعبة شديدة ان كوانا دول يعني يتودي والدار او والدار اشوف لبالنسبة للنفر بيشول واحد ابوه او امه او وديه لالدار المسنين سمعت 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 عن المزنوجة سمعت قبل كدى عن أسره ودت والده دار المسنين او جدها مثل ان ihrem المجتمع انت شرثت حاله زي ده او سمعت عنه النار الاه اي اخه انا بسمع لكن ما شفت egagnac بسمع ان في الحالات زي دي بوديهم وكدى لا اشوفت ان ذلك سمعت ابوه لكن بسمع ان في الاجد يقول ان اخه ود أبوه دار المسنين لكن أنا بشوف إنه حاجة صعبة صحيح حاجة غير مقبولة في المجتمع السوداني غير مقبولة حتى في السودان بالزادة يعني تكون تهدي أبوك أو أمر يعني ده حاجة صعبة جدا أنا بشوف قايته حاجة ما نتشبهنا نتشبهنا نهائي صحيح شكرا يا حني شكرا جزيلا طيب دكتور انتصار عايزين نتكلم عن الحالة النفسية الوضع النفسي يعني إحساس الاكتئاب إحساس بأنه أنت غريب وسط ناس غرباء يعني عنك حتى مهما كان أنه الناس متقاربين في السن أو متقاربين في المكان وممكن يكون فيه ونسا مشتركة بحكم العمر وتفاصيل معينة لكن كمان برضو ما زي أهلك وأصحابك وأصدقائك ومجتمعك أن أنت متعود عليهم فأكيد الأسباب دي كلها بتخلي الواحد يحس باكتئاب أو أنه غير مرغب به في الأسرة وبالتالي انتهى بأول حال في دار المسنين نعم بس خلينا نعلق تاني على موضوع التلفون ده انه يعني أخونا حمد أحمد أنه يعني ما في زول ما في زول ما في ولد أو بيجيب أو أهلاء داخل دار طوال الفترة أنا قاعد فيها والحد الآن ما في كده زول بيجيب أبوه أو أمه لو تسمحني الأول حلقة أنه أنا يعني قلتها في دراسة أنهما ما متزوجين حتى أخوانهم ما جابوهم الدار كده جابوهم كده عديل الدار أو سمحوا ليهم ناس الدار أو الباحثين اللي قاعدين أنه خلاص طوال يا جدا نقبلهم كده وهنا يعني أذكر أنا بحيي بروفيسور عوض إبراهيم عوض اللي هو العفوان إنه كان عندنا مرة احتفال في دار المسنين كان هو المتحدث أو حقق قصة قال إنه يعني كان في دراسة عملوها برسودان إنه حتكون العقول الناس الأجانب هتكون بعد مئة سنة خلاص منتهي يعني يقولهم خلاص بقت مخطأ وكذا فقالوا معاملوا دراسة في الدول العربية كلها عشان يشوفوا إنه ياتوا بلد فيها مجتمع يعني ناس مترابطين أو يعني فيه تكافير اجتماعي فيه هناك وين عملوا كل الدولة العربية لقوا إنه أكتر بلد مترابط السودان يعني شوف هستي لو لاحظت لو واحد زول عيان بتمش معاهم الناس كل اللي عارف العيان منه ولا يعني اللي لإنه حين الجيران الأهل كل الناس بتمش مع زول عيان ده إحنا مجتمعنا مترابط فقاموا بهذه المناسبة عملوا اللوتري وكانت الهنية الأولى اللي بنوا عشان بسبب إنه السوداني هم مترابط ويحسنوا الناس لهم إنه يكون بعد مية سنة كويس يعني ما يكون يعني فيه مشكلة نتيجة لترابطنا الاجتماعي تكافيرنا الاجتماعي معتغداتنا المترابطة لحد الآن برغم الصعاب برغم الحاجات الصعبة كلنا نحن الآن مترابطين مجتمع مترابط يعني فبس حد بيتها أعلق إنه نحن مجتمع مترابط لحد الآن النحية النفسية صح يعني هو طبعا الموسين أو يعني زي ما نحن قلنا مراحلة النمو كلها بمربيعها الإنسان لما نجي في مراحل الموسين أو الشيخوها وزي ما قلت هنا هي بتحتمد على الفروق الفردية ما هو بالعمر ولا بأنه خاصة بيقى كبير فالنحية النفسية هنا مهمة طبعا للموسين أو بيكون فيه حسة كده بوحشة أو بيعزلة إنه يعني خلاص بيقيت كبير أو كده له هو الموسين على الوسط أهلو يعني اللي بيكون يعني لو بتلاحظ إنه في البيت تلقي الجيد الكبير أو هنا تعالي أو بيحب أن يكون الناس جنبه فلما يكون في المجتمع ثاني أكيد من ناحية نفسية طبعا بيكون يعني يعني مضايق أو يعني ما أهلو برغم إنه الأنداد أو الناس من عمرو من عمرو ممكن يتونسوا أو لكي شنو ما هو عنده هناك حاجة مضايقا أو يعني عنده حاجة مهمة اللي هي الأسرة دايما الأسرة والدبء الأسري للإنسان في كل مراحل النمو هي اللي بترفعه أو هي بترفع يعني من روحه أو بيكون يعني في صحة نفسية أو في حالة نفسية طيبة هو وسط أهله يعني أو وسط أولاد وسط أخوانه وخيلانه كده يكون في الأسرة بيكون نفسية مرتاحة يعني حتى لو عنده مرض بيبقى كويس يشد لما يكون مثلا مع وسط أهله يعني طيب الجو أنتو بتوفره كيف في الدار يعني في دار المسنين كيف بيتوفر الجو الجو الأسري بحيث إنه يعزز من حالته النفسية يعني إذا في أي مشكلة أو في أي اضطراب نفسية تعال جبينه نحن معنا اتصال أهلا وسهلا أهلا بيك يا مرحبا نحن نسمعينك ألو ألو أجل نقمة أستاذ نقمة أهلا بيك يا مرحبا أيوة أنا سمعاكي أنت سمعني كويس معاك أستاذ نقمة أيوة أنا سمعاكي كيف تمام تمام الحمد لله تفضلي أحييتي أنا كمان بحييك فقدنا الاتصال طيب كيف يتوفر الجو الأسري الجو الحميمة الجو اللي فيه ونسى الجو اللي فيه إلفة وترابط اجتماعي لأنه أنت ذكرت أنه ده من أهم الأسباب اللي بتعزي الثقة في نفسه والبالتالي حتى لو بيعاني من اضطراب أو في مشاكل نفسية فبالتالي الشعور ده بيخليه يتعافى سريعا نحن بنحاول نخلق جو الأسري طبعا ما هيكون تماما اللي يجنو كباحسين نفسنا اجتماعيين في الدار بنعمل البرامج البرامج الترفيهية عندنا يوم كل يوم ثلاثة يوم القهوة اللي هو بيطلع عن المسلين كلهم بره يعني نتوانس يكون فيه مرات برضو فيه شباب مبادرين نفس الجامعات بيجي مننا برضو أيام الباحسين حتى لو ناس بره ما فيه بيخلقوا البرامج داخل الدار بيوم مثلا يكون يوم مفتوح كده برضو برنامج مثلا يفطروا بره أو يكون في وجبة بره برضو برامج خارجية بنعمل رحلات الترفيهية يعني مثلا نطلع كلنا كده مع المسلين ونمشي مثلا يعني كده أي مكان يكون طبعا آمن لهم لكن شو يعني من جو من جو الدار لخارج الدار يعني إنه كإنه نحن يعني نتحاول عنده تخلقوا لهم التقصد أو تخلقوا لهم الجودة الجو إنه كإن يعني كإنه جو أسري هو طبعا ما حيكون تماما لكن كإنه هو جو أسري نتبال نسمعهم يعني إنتم ترسس معهم بيحكوا لك يعني مثلا عن زمان طبعا دايما المسلم بحب يحب يحكي الزاكرة القديمة بتكون هي دايما السابتة فلما تسمعيه وتحكي يحكي ليكي كده حتكون طبعا دي يعني الحاجة منزل الحاجة يعني ما هينا إنه هو يعني لقى اهتمام يعني كونه تسمعي ذه اهتمام يعني إنه هو لا جهز المحتمي بي وإنه الآن يعني هو معناه كويس إنه هو بخير وخاصة لما شنو يحكي إنجازات وإحنا لما كنا زمان كنا كده وكنا مثلا بنعمل كده وكنا في الكشافة يا الله حس تشوف الحياة كده بيقيت وكده قموا تقول له يا سلام بكتو هيني وكده يا شنو ترفعي من الناحية المعنية وهو كان رياضي أو والليف وحدين كانوا هنا بيكتبوا الشعر يعني توفى دي رحمه الله يعني كان بيقول الشعر وحدين بيغنوا وكان للحقيبة ووحدين كان يعني يعني عندهم حاجات قديمة كده مثلا كانوا في الكشافة كده يعني حاجات هي زكريات هواقعي نفسي وغعي في نفسه هو يعني لو خلتي حكا لك فحيكون مبسوط خالص وحيكون كده نفسيا يرتاح أنه فتفض الفتفضة والحكي ده من أساليب كمان التشجيع على أنه إذا كانت حالته النفسية فيها مشكلة أو مكتئب أو مضايق يعني إحساس الفتفضة ده بيخليه أنه يكون متوازن نفسيا أو أنه يكون مرتاح نفسيا وأنه زيك كده لقى الجو بتاع بيته أو كده لقى الجو اللي هو عايزه إنه في الجو المهتم بيه وفي ناس مهتم بيه يعني يتمنون سمعان ومتلمين فيه ونحن الباحسين الطلبة حتى من إيجوا يتمنون سمعان وفعلا يعني بتجي حد كثير أنت يعني يعني هي مفيدة لك يعني يعني حيات قديمة لكن طبعا حيات مفيدة أكيد لأنه هم عندهم خبرات يعني أذكر كان في شعار عمرت وقلتها المسنين عملة نادرة وتجارة رابحة يعني هم يعني ما في يعني خبزة دي حتى القاوة في كتب في وين ما فهم عندهم هم الخبرات دي وأكيد طبعا يعني هم يعني كون المهم أكتر بتسفيدي أكتر طيب اليوم بيبدأ كيف الدكتور انتصار يعني بالنسبة للمسنين من الصباح لغاية المساح كيف يبدأ معه طبعا من الصباح انت بيكون طبعا المسنين اللي بيكون طبعا بتحركوا وبتصلوا وبقدوا فروضهم بشكل طبيعي وكمان في يوم كمان يوم الجمعة دي بالزات هو يوم ممكن يعني يمشوا الجامع أو يعني يكونوا يعني عن طريقة الباحثين ممكن يعني يمشوا الرجال طبعا باحث الرجال يمشوا المسجد يصنوا طبعا ممكن ما يقدر طبعا لانتوا مشجل نعم الفاتور بيكون مكوّم من شنو الوجبة الأساسية بالنسب force طبعا وديي فيها أنا باحي أخواتي الضباب التغذية هم مسؤولين من الوجب ماشراب بيكون فيها كل المواد الغذائية اللي هي بتناسب المسنين هم طبعا عندهم جدول بيقوموا بيهو بالوجبة طبعا هم أدرى بشغلهم يعني ما شاء الله هم يعني بشغل كويسة أو يعني بيعملوا كل مسين كل وجبة حسب حالة المسين وكمان المسين عندهم مثلا ضغط وسكر وكل الأمراض أو يعني أمراض ممكن تخلوهم مثلا ما يكلوا أكل مايهم بيكونوا عارفينهم حانا نرجع للنقطة دي دكتور أنت سعد مستأذنك نحوذ التصائل ألو أهلا وسهلا عليكم السلام الزيتني والسازة نعمة لأنه بخير الحمد لله كيف أنت؟ الحمد لله معاكي أم عباس أهلا يا أم عباس مرحباكي سعيدة جدا بالبرنامج بتحكم على الرعاية المسينة نحن أسعد بالتصالك تفضلي تفضلي طبعا هن زي ما بقوله كبار السل المستاجين يا رعاية ولازم طبعا الناس بيهتم بيقول لك هن الزمن ده طبعا بيقى الصحب الشباب بالذات بمشنو الأزواج اللي من الزوي وطبعا المرأة زوجته يعني ما مطردة بتقول أمة دي كبيرة طبعا دكتور انتصار في حالات زي دي؟ في حالات إنه الزوجة رفضت أم زوجها دياتكم في الدار طيب أنا هخلي دكتور انتصار ترد عليكي مرحب بيكي أختنا أم عباس أم عباس مرحب غيرتو احنا في دار المسنين والمسنات ما فيه كلام بيدي انه يجيب الأم عشان زوجته في السودان هنا ما ما فيه اللي في الأفلام والتستلات والحيات الكلة في السودان ممكن تكون موجودة لكن احنا في السودان ما زال السودان بتوامة رابط وعندنا كبان ضوابط يعني حتى في دار المسنات وأعدادهم قليلة جدا كان حتى من الحقيقة ما ذكرتها إنه مفروض إنه يعني من الأشروط إنه ما يكون أجنبي المسن أو المسنات ما يكون أجانب فعندنا في المسنات الأغلبية أجانب أسيوب يوم من وين جايين حباش كده يعني سودانية كده سودانية مية المية ما في سودانية عندنا في دار المسنات ولا في دار المسنين في واحد جاب أبوه زي ما قلت قبل قلت حاضرة إنه في دراسة عن 80% ما مزوجين وحتى هم الأهل من الدرجة الأولى والتانية والتالتة ما جابوا خالص أهلهم دار المسنين لأنه الدخول للدار بشروط يعني ما أي زول بيقول خاصة ما عايزة وكده حتى بعملوا لو كان حصل إنه مثلا جابت يعني هي خلت زوجها يجيب أمه ما يعني ده حيكون موضوع كبير شديد ذاته ما في ما في إلا بطريقة ثانية يعني ما ليش قلت لك ما حيحترفوا بي حياة زي دي قالت إنه ما حيحترفوا يعني حتى لو هم قاموا بالتصرف ده ما حيذكر إنه هم إنه ما مرتاحين فبالتالي ودت نسيبته أو إنه هو ود أمه لدار المسنين إحنا طبعا من الحاجات اللي برضو ما ذكرت إنه يعني عندنا باحثين يعني لما نأيي المسنين في الدار بتكون طبعا تعمليه بتعمليه دراسة أولية وبيكتشف سريع أمره يعني حتى لو هي ما محترفة أو داسة أو يعني جابت الطريقة يعني سريع بيكتشف أمرها أو إنه يعني هي خافة الحقيقة عليهم ففي النهاية طبعا ما هيقبلوا حيعملوا قاوس حيعملوا إرشاد نفسي وحيعملوا زيارة البيت لو كان الموضوع يعني فعلا زي ما أنت قلت إنه هم ما بيحترفوا إنه يعني هي أو يعني جايبة نسيبتها أو يعني مكلمتهم جايبة نسيبتها لكن ما عندنا شكرا يا بيكتش وإحنا بطبيعتنا كالسودانيين عندنا الحنية أكيد طبعا وإحنا نتستمر الحنية وإستمر المجتمع السوداني بنفس قيمة وإحالات الحبوبة في البيت تكون حاجة جميلة وظريفة وبتونس وبتونسنا بحاجات زمان شكرا جزيلا يا بيكتش وأجمل حاجة إن شو الحبوبة تكون في البيت وشكرا نقطة خيركم شكرا ليكي وإاتصالك معانا على الهاتف دكتورة فاطمة أحمد عيسى باحث نفسي وخبير في الأمم المتحدة مرحبك دكتورة فاطمة ألو ألو دكتورة فاطمة طيب نواصل معاك دكتورة أنتصار كنا نتكلم عن جوانب متعلقة بالوضع النفسي وأيضا يعني نعرج على مبادرة لما الشمل ونسبة كبيرة من المسنين عادوا لذويهم بعد المبادرة دي وبعد المجهودات الكبيرة التي قمت بها عشان تحاولوا تعملوا إصلاح ما بين المسن وأسرته وبالتالي معالجات في الحالة بتاعته ويعود بسلام لأسرته نعم جمعة الشملة أو مبادرة جمعة الشملة هي أصلا كانت موجودة لكن اتفعلت لما أنا كان جيت ألف عام كنت متأسرة بأنه كيف يعني الناس كيف قاعدة في الدار يعني كيف يعني ما عنده أهل أهلا وين يعني كيف يعني كيف يعني ذول يجيب أبوه كذا يعني فبقيت طبعا بتونس معاهم بقعوا بتونس معاهم يعني ويقوم طبعا بيحكوا لي ما بعرف إحنا كنا في العراق إحنا كنا كده يعني بيحكوا عن الحاجات التي أخذت إيجوا الدار يعني فالحمد لله بفضلي تعالى فلقيت أنه يعني 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 لقيت أهلهم فعلا هم عايزين لهم وهم فعلا كانوا بيدوا عن أهلهم بسبب الغربة زعل بسبب أنه يعني مثلا الزاكرة كان راح أدنين يعني ذكر الزل كان كان بس فضليه والزاكرة القديمة اللي هي الزاكرة يعني يعني طويلة المدى هو كان بس ما متذكر هو يعني أهله وين أو كده أو أولاد وين يعني يعني فهم يفتشوا عليه وما عارفين أنه يعني في ذار مسنين واحد طلع برضه من أهله 24 سنة هو كطرس صغير كان طلع وبيفتشوا فيه هو بغير اسمه وبغير شغل فيه طيب أنت حقالين ذكرت يا دكتور انتصال لأم عباس أنه في جنسيات أخرى هي موجودة في دار طيب كيف يسمحوا للجنسيات غير سودانية تكون متواجدة في مؤسسة تعتبر سودانية وخاصة بالسودانيين تحسب عليهم فهي شروط للانضمام لدار المسنين أيوة فوجود الجنسيات هل هي تتوافق مع شروط الدار؟ لا أبدا الجنسيات الأخرى الجنبية الوجودة الهيدي كانت جنسيات قديمة أو قبل تفعيل قوانين أو شروط الدخول للدار كانت أصلاً مسبقاً هي موجودة يكونوا شغالين أو يكونوا هنا في سودان سنين فقاموا وقاموا للدار لكن ما كانت الأشروط مفاعلة أو دينسية أو يمكننا أيضاً لتبيعتنا وطيبات السودانيين وما في مشكلة فدخلوا الدار هم موجودين أصلاً قبل سنين ما عشان أننا نقبل أجالي لا هنا الرئيس أن الأجالي مفهوض أن يكونوا موجودين في الدار لا ينضعوا فعلاً بنستمابين صحيح وزارة التنمية الإجتماعية المسؤولة عن رعاية المتواجدين أو النزلاء في دار المسنين فهما غير سودانيين فبالتالي لا ينضعون تحت رعاية الوزارة كانت معالجة من قبل الوزارة أنه أي نبي كانوا بدوا فيها تقريباً لا أشوفها كويش خالب أنه أجانب الموجودين في الدار عن طريق السفارات عن طريق كانت حلول أن يرجعوا المسنين الموجودين في الدار وكان بعد فصل الجنوب لكن فيها كانت استثناءات برضو أنه ذا الأجانب لكن لا أعرف شغل هذا وقف لكن اشتغلت الوزارة أن الأجانب لا يكونوا موجودين في ذا المسنين وفعلاً بدو كان فيه أن يرجعهم نواصل في يوم المسن كنا في وجبة الإفطار وذكرت في يوم الجمعة أنه يوم الثلاثة هي يوم الاتماعي يوم الثلاثة لكن يوم الجمعة فيه التقص المعروف يكون تفاصيله طيب معنا دكتورة فاطمة انقطع على الاتصال طيب نواصل يوم الجمعة يوم الجمعة يكون للناس الذين يدعون الصلاة يدعون الصلاة الجمعة يرجعون طبعاً قبل الفطور بحسب الحالة الصحية لكل نزيل لكل نزيل كان مقترحة ويتنفس كان أن يطلعوا كلهم شوية شوية يطلعوا كلهم ويفطروا برا هم طبعاً يجيبوا لهم الفطور في غرفهم في مقترحة أن يطلعوا كلهم برا وكانت الخيرهم الباحثين أول دباه التغذية نفذوا المقترحة وكنا نطلع براحة الذكر يوم كان عملناه كان في طلبة جون زيارة فقاموا على الغريق قالوا يشوفي الموسيم داك ختلوا يعيش يعني قالوا زي البيت دكتور فاطمة معانا على الهاتف ألو طيب واصل دكتورة انتصار في ذكر حضروا معانا طلبة يوزيل الدار قالوا أنه لما طلعنا كلهم برا للفطور يقولوا هاك أكل عايش يعني زي في البيت يعني تفضل أكل يعني أدوه عايش يعني عشان كأنه هو جو أسر يعني أو كأنه هم هما في في البيت يعني زي الصينية أو هناليا قاعدين فيها آآ طاولة إنه زي كأنه هاك أقول كده يعني فقام علق لي إنه الفكرة حلوة إنه اطلعوا من من الغرفة للحوش أو يكونوا كلهم قاعدين مع بعض آآ طبعا بعدما يرجعوا بيكون طبعا ساعة 2 أو 2 أو 2 نوزيات موعد الغداء بيكون طبعا الغداء بيكون طبعا الغداء زي ما كان الفطور آآ مرحبا طبعا مرحبا بيك دكتور فاطمة الله يبارك بيك مرحبا بيكي طبعا دكتور انتصار ذكرت إنه في حالات متعددة للنزلاء اللي موجودين في دار المسنين لكن المجتمع السوداني بطبيعة حاله مجتمع مترابط ومتكافل ومجتمع يتمتع بقيمة إنسانية عالية فبالتالي مرفوضة عندنا فكرة إنه الأسرة تودي شخص مسن ينتمي إليها لدار المسنين هنتكلم عن الجزئية دي وجزئية أخرى متعلقة بالأعراض النفسية والاكتئاب أو الوضع الاجتماعي أو النفسي بالنسبة للمسن اللي بتجبر الظروف إنه يكون موجود في دار المسنين أما سيخير عليكم مساء النور أما سيخير عليكم نور الأجراء ودكتورة ينسار والمضموعة الموجودة في الوصف إن شاء الله طيبين الليلة نحن هنتكلم عن طريقة مهمة كبيرة جدا في المجتمع بالنسبة لنا نحن هنتكلم عن أسول عن أسول الإنسان وأبائنا وأمهاتنا المثنين الرؤان الكريم يتكلم عن المثنين وأداهم حقوقهم ويتكلم عن كورة النحي الآية السبعين والله خلاكم ثم يتوفاكم ومنكم من يردوا بعرض لكم لكي لا يعلم من بعد علم المسرية إن الله عليم وغدير شريحة المسلمين شريحة المهمة كبيرة جدا ألو؟ دكتورة فاطمة؟ الواضح إنه في مشكلة في الاتصال إلى أن نعود الاتصال بها مرة تانية نواصل معك دكتورة انتصار مرحبا وكونوا وقفين في وجبة الغداء نعم طبعاً بيتراعى فيها زي بكتورة فطول الأمراض التي تحمل مثلاً يأكلوا حاجة معينة ووجب معينة ممكن تكون فكل موسين الضبع التغذية هم عارفين هم يعني قصب التغذية مسؤول عن أي وجبة بالنسبة لموسين حسب حالته الصحية خصائية تغذية كلهم مسؤولين عن طبعاً عندنا خصائية تغذية عندنا المعمل عندنا الدكاترا والنيرسيز أو الممرضين عندنا البحثين نفسين واجتماعيين ده برضو بيراوي فكلهم كتيمورك بإنشاء الله مع بعض بتكون خصائية تغذية مزؤولة أو خصائية تغذية هم مزؤولين من وجبة الغداء والفطور والعشرة طبعاً برضو للمسنين ممكن برضو الناحية النفسية تخش في جارب الباحثين ممكن أن يكون في واحد يعني ما عندو هنالك بس يلا ما عايز زهجان كده يلا ما عايز يأكل لما يمشوا الباحثين يشوفوا الموضوع شنو ويدرسوا الحالة منوهما لوا الليلة وزهجان ما لك وكده بعدين شنو ممكن يأكل لأنه ممكن يكون كده يعني اليوم أنا ما عايز أكل كده يعني يكون خالص ما ما بي في المسنين إنو إحنا نخلق في المسنين أيوا يعني يعني في البيت ممكن تأكيد يكون معا يجي واحد الأولاد يعني كويس يجدو كده يعني يقوم طبعا طوال يقوم يأكل بعد ما يتمنس معاه كده فكيف المناسبات تتمر على المسنين الحمد لله يعني فعلا مثلا في رمضان يقوم بإستار جماعة معهم في الأعياد برضو يجي لدي عيدوا معهم يعني اليجي العيد معهم يعني يعني كأنه مثلا العيدة في البيت أو برضو يعني بابس جديد مثلا الحاجات كلها تحت البيت والمسنين برضو وهناك المسنين برضو هناك المسنين بردو هناك المسنين يسجنون ما يعملون شعارهم وكذا يعني عشان كأنه يعني جو الأسرة وهي كأنها في البيت يعني زي الحبول في البيت أو المكبير يعني فبنعمل جو المناسبة للبيت ذاتها بتكون بنحاول نخلق في الدور يعني عشان طبعا يعني محسوا بك آب أو ما تزداد الحالة سوء هم طبعا في مكان مختلف منهم فلما نحن نقرب الحاجة أو نعمل الراحة النفسية أو نحاول نخلق الجو الأسري بيكون شوية طبعا مرتاحين لما نشنو نشتغل شرطة جمعة الشمل وإنه طبعا إرجح كل مسن لأهله وهذا كانت من أيوة دكتور أنت ذكرت بأنه مبادرة جمعة الشمل 80% هم غير متزوجين هل هتكون في مبادرة مشابهة لتزوجهم عشان يكون في أسرة حقيقية يعني ما يكون في ولا العمر خلاص حاولت أكد إنه حاولت يعني كان في واحد كده ختراروس من من المسنات يعني إنه يكون الزوج من المسنات أو حتى ممكن من بره يعني يعني نحاول يعني نجمع شملهم بزوجة بره وكذا لكن الموضوع ما يعني ما الموضوع صعب شوية يعني ما تم هي رفضت يعني هي كانت حالة واحدة ما كانت حالات أخرى يعني ما حاولنا يعني إحنا حاولنا نعمل كلام لكن شنو يعني لما نحاولنا من المسنين للمسنات ديك رفضت يعني العلوش رفضت يعني قلت ما ما عايزة وخلاص هي كده مرتاحة وكده يعني ما هناك ما عايزة لا زواج كده فيلا بنحاول كان نخلق إنه يعني جوز زواج وكده يعني ما ما هناك هم الباقين غير 8% ما مزوجين الباقين يعني مزوجين مطلقين أو يعني ما لهم أولاد كده يعني كانوا بره السودان سنين يعني ما هناك ما تماما يعني إنه هم يعني أهم حاجة إنه ما لهم أولاد وما أولادهم يجابون طبعا قربتها بتبقينا أقول يا جماعة الناس لا بتجيب أهلا ما بتجيب أهلا يعني أنت مدافعة عن السمة الاجتماعية السودانية باعتبار أن المجتمع السوداني بيرفد فكرة إنه الإبن أو الإبنة يودوا أبناءهم بدار المسنين أيوة الحمد لله يعني إنه إحنا ما زلنا يعني مجتمع رابط ما في كلام بذلك يعني أنا متلهلة إنه إنه الناس ما بتجيب أهلا يا جماعة الناس بجيبوا الظروف يعني بجيبوهم بجيبوا النشوط إحنا لدينا نشوط في الدار عندنا يعني ما يزول بخش الدار يعني صح هي الوزارة هي طرعة المسين يعني لكن يلا لا لا الطبيعي إنه إحنا نرجعوا لأهله وإنه يكون مع أهله وإنه يكون أهله يعني فذل آخر حالة 200 حضرت للدار آخر حاليا يعني ممكن تكون حضرت للدار وتم تسجيلة واستيعابة داخل الدار أنا غايته آخر حاجة حاضراك شفرت بس ما عرف الباحثين تم من فترة ما قريبة يعني فترة طوات يعني لكن تغريبا الهسي الآن بعد برنام الجامعة الشملة المسلمين يعني ما تموا 30 ولا أقل من 30 يعني أنا كان نسمة بسيطة يعني كان في ذلك الوقت وكان برضو بيجيبوا لنا حمالة تسول هو طبعا التسول برضو كان دراسة عملتها إنه هي تتسول مهنة وليس هو يعني مع بعض الاستثناءات لبعض ناسفين أننا محتاجين هو كان بيجيبوا لحملات وطبعا المسلمين إنهم أهل وحدين طبعا من بر السودان وكذا يعني فكان دعنات كبيرة يعني بيكون في تصنيف للمسنين إنهم يجيبون دار المسنين المسنات المتشردين كذا يعني الحمد لله بالظروف مختلفة نحن وصلنا لخواتم الحلقة لكن سريعا هل نفس الظروف اللي موجودة أو بعاني منها النزلاء الآن في دار المسنين منطبقة على دار المسنات كمان؟ بنفس الظروف هم أتوا لدار المسنات؟ السيدات الكبار في السنة مختلفة مع تشابه في إنهم ما عندهم أهل إنهم يعني غير متزوجات ما متزوجات فعلا ما متزوجات أو يعني هو طبعا أجانب وكويس إنه أعداد المسنات يعني هما ما كثيرين يعني تقريبا 15 كذا يعني ما زادوا خالص يعني برضو الشغل جمعي شملة الباحثين برضو بحي يوم هناك المسنات ما يعني ما يسأل بقية يعني كل هم القاعدين أجانب ما هم الأسطن هم يعني أو من السودان أو يعني يعني أهلهم قاعدين أولادهم أمهم وأبوهم كذا لا لا الحمد لله يعني كل الحالات ما في شين كانوا مسافرين أو مثلا ضيعوا الزمن في حاجات يعني هي ما مفيدة لهم أهلكتهم أهلكتهم صحيا لما جوتوا نشروت الدار أكده يعني فيلا هم الحالات في الدار ما في أسر تماما جابتها دار المسنين أو رفضت وجود المسن داخل المنزل شكرا جزيلا لك دكتورة انتصار الفاتح علي عدوي استشاري علم النفس عن الإضافة دائما أنا بقول يعني تقاس الأعمار بالأعمال وليس بالأرقام يعني ما إنه هو زور كبير خلاص خلاص هو كبير ودهل الموضوع وبرضو دائما بيعيبني قول الكريمة اللي هو الكاتب اللي بيقول ما دام القلب ينبط ما ذال عطاءه باقيا والفرح والسرور ما ذال ممكنين فما هو الزور كبير في استخدامتها الموضوع وهو لسه يدي ولسه ينتج وخبراته هتكون كثيرة وما إنه خلاص هو خلاص يقول كبير في السين وكذا يعني لازم نسميد من خبراته نسميد من حاجاته وإنه هو يعني هو عطاء وعطاء لا حدودة له خبرات كثيرة مترحلة إلا بالرحيل يعني إلى الله عز وجل شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور انتصار لوجودك معانا وليما أفتنا بيوم المعلومات عن دار المسنين وعن مبادرة الجمعة الشمس شكرا لك كمان بدورنا نشكر دكتورة فاطمة أحمد عيسى باحث نفسي وخبير في الأمم المتحدة ما حالفنا الحظ في أنه نستكمل حديثنا معاها بسبب سوء التواصل معاها شكرا لكم مشاهدين على التواصل طمنا من خلال الحلقة دي أنه حتى لو كان هناك دار للمسنين أو المسنات إلا أنه العدد قليل جدا والحالات مختلفة يعني المجتمع السوداني ما زال محافظ على قيمه الاجتماعية والإنسانية وعلى عطاءه تجاه الكبار لأنه كمان الكبار هم بركة البيت وهم أدونا وأعطونا وقدموا لي لمجتمعاتنا وقدموا كمان لأنهم هم يقدمونا في الحياة ويقدموا لنا كل العطاء المستمر شكرا للمتابعة نلتقي بإذن الله في الأسبوع المبطي